السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في سلسلة تعليم القراءة والكتابة اليوم بإذن الله نتضرب على قراءة بعض الكلمات الحروف فيها هتكون بحرجة الفتح والكسر والضم يلا نبدأ الحلقة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم بو نحن نتضرب بو إلى ه بو أول الكلمة بو in the beginning of the world بو بو طيب تعالوا نشوف هي في وسط الكلمة هي in the middle of the world هي هي تا آخر الكلمة تا in the end of the world تا تا يبقى عندنا هنا بو بو هي هي تا تا هي وسط الكلمة شكلها يختلف تماما عن هي وهي خارج الكلمة هي in the middle of the world is totally different from he when it is out of the world طيب هي هنا زي ما احنا شايفين لها زراعا الزراع من الناحية اليومنا عشان تتصل ببو و الزراع من الناحية اليسرى عشان تتصل ببو هي تا بو هي تا بو هي تا بو هي تا تو لي يا تو لي يا طيب يلا نوصل تو بلي تو تو يلا نوصلها بلي لي لي يلا نوصل لي بيا يا يا تو لي يا تو لي يا تا ثو يلا نوصل ثو بقي أول الكلمة يلا نوصل قي بصوا قي هنعمل إيه؟ هنأخذ خط كده ونطلع بدائرة ونعمل كده وهذه النقطة قي وبعد كده هنوصل قي ببا يلا با ثو قي با ثقي با ثقي با عو تي قا عو تي قا يلا عو تمسك في تي عو أول الكلمة عو عو يلا تي وسط الكلمة هتمسك في عو بصوا ههي تي تي وفي آخر الكلمة عن حط قا 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 عو تي عو تي عو تي عو 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 قا عو عو تي كو تي تي با كو تي با يلا كو تي أول الكلمة كو تي وصوت الكلمة تي با آخر الكلمة با كو تي با كتي كتي كتب كتب رو سي ما يلا رو أول الكلمة رو رو سي وسط الكلمة سي ما آخر الكلمة ما ما رو سي ما روسي ما روسي ما مو ني ع مو ني يلا نوصل مو ب ني يلا مو أول الكلمة مو مو ني هنحط ني وسط الكلمة وركزوا بصوا ني 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 ع يلا نوصل ع آخر الكلمة ع ع مو ني ع مو ني ع نركز جدا هنا ني وسط الكلمة وني هنا شايفين الجزء الدائري دا اختفى هنا لما وصلناها بات خط مستقيم pay attention here وني is in the middle of the word we don't have this round shape okay we remove this round shape and look as you see here it's just like a straight line okay so يبعنديني هنا مو ني ع ص ص ص ع ع ع د د ص ع ع د طيب تعالوا دلوقتي مع بعض نوصل ص بع نخليهم يقربوا من بعض ويمسكوا في بعض عشان نكون كلمة نشوف ايلا هيحصل ص ص ص ص وبعد كده عندنا هنا هنوصل ع بصو ايلا هيحصل هنعمل خط كده ونمشي كده هون ع ع ع شايفين حصل ايه؟ ص لما جات اول الكلمة مفيش القوس ده القوس ده مش موجود مشيت بخط مستقيم كده زي ما احنا شايفين وبعد كده جات ع شكلها اتغير وطلع لها زراع من الناحية اليمنة عشان تتصل بص عشان تمسك فيها عشان ع تمسك في ص من الناحية الشمال من الناحية اليسر طيب دلوقتي تعالوا نخلي ع تمسك في ده تعالوا نشوف بصوا ايلا هيحصل لده ده هيطلع لها زراع وبعد كده هنكتب ده كده جات ده اخر الكلمة ص ع ده ص ع ده ص ع ده ص ع ده و ل ه و لا ه طيب تعالوا نحط و لا ه في كلمة واحدة نخليهم يقربوا من بعض عشان نكون كلمة هنبدأ ب و و اول الكلمة شكلها مختلفش و و طيب تعالوا نشوف لا لا لما تدخل الكلمة هنعمل خط كده وننزل بالشكل ده لا شايفين القوس ده ما بقاش موجود ما بقاش موجود لا نزلت كده ومش يتخط مستقيم ليه مشيت كده عشان هتمسك في ها ها هتيجي اخر الكلمة بصوا ها بقى شكلها يبقى عامل ازاي زراع ونطلع نعمل كده وقادي ها 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 و لا 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 ها اشتركوا في القناة